موسيقى ورجعنا لحضراتكم عشان نتكلم مع بعض عن التكاتف الشعبي وقت حرب اكتوبر المصريين ومصر حكاية العشق اللي ملهاش لأول ولا آخر حنسمع حواديث مصر وحواديث شعباء من الأستاذة الدكتورة اللي من ورانا الدكتورة هدى زكريا مستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري قالتلي أقول كده لأنه بعد 67 بقى والعسكري دكتورة هدى حضرتك من ورانا أهلا وسعى الله يخليك كل سنة والمحروسة بخير وطيبة يا رب دايما وتفتكر دايما انتصاراتها يا رب دايما دكتورة هدى حضرتك في الفاصل قبل ما نبتدي كنت بتقوليلي أنا عندي حواديث كتيرة عن من 67 ل73 صحيح وعايزت كده تلقي دوق عليها قبل ما نبتدي نتكلم في التكاتف وقت الحرب حضرتك عايزت تقوليلي إيه في 67 كنت طالبة في قسم الاجتماع في سنة أولى فروحنا مجموع الفتيات من كل الجامعة إلى ملاعب كلية الزراعة جنب جامعة القاهرة وطلبنا تدربنا العسكري وكنا لابسين كاكي وإحنا رايحين لبس التربية العسكرية والضباط قالوا لنا تتدربوا على التمريض وكده قلنا لهم لا إحنا الظاهير المدني وإحنا مش عشان بنات ما نتعلمش ده كان إمتى يا دكتورة؟ سنة 67 في أكتور 67 بعد النكسة على طول فبعدها بشهرين دخلتوا الجامعة وقررتوا تروحوا تتدربوا تدريبات عسكرية ولبستوا كاكي وروحنا بقى الضباط رحبوا بالفكرة وقالوا لنا بس هتتدربوا تدريب قاسي على صنع قنابل الملوتوف والقاءها ولازم هنترمي على الأرض عشان لما تعمل تفجير ومدفع الخلاشنكوف مدفع بورس عيد الرشاش أنت اتدربت على مدفع الخلاشنكوف وبعرف ادربوا في الهدف على بعد 100 متر واخد امتياز ومعايا شهادة امتياز ضرب النهارة نعم احنا كان لازم ننتصر محنا كان لازم ننتصر لما يبقى بنات جامعة القاهرة سنة 67 اتعلموا ضرب الخلاشنكوف والاستاذ دكتورة هو ده بتقولك بعرف اضربه ايوا يا دكتورة وكانت معانا عشان اقولك التاريخ يعني من معهد السينما صفقة بالصعود يعني بالخلاشنكوف برضو ده الجيل بتاعنا اللي راح يتدربوا عدنا أسبوع الدباط انا عندي اصابة في ايدي الشمال ما كنتش بظهرها عشان الضبط ما يعفنيش من تحريك يد التعمير لانه هو بيقول عمر او الامر فنشد يد التعمير ونحط الخزنة دي صعب قوي ومحتاجة ايد قوية فانا كنت بشدها ويدي تجرح فاخبي الدم عشان احط الخزنة في هدوء وبعدين يقول ومن الكتف وباستخدام الناشنكاه لما تكون جاهز اضربه فبنرفع المدفع للكتف لانه هو اصلا مدفع بيستخدم في الغابات والشوارع تحت الباط فنحطه باستخدامه بقى من الكتف وباستخدام الناشنكاه لما نكون جاهزين ونوجه بقى يقول اسفل ومنتصف الهدف فنروح ضربين اسفل ومنتصف الهدف فتدربنا لمدة اسبوع وقال كل ده من غير زخيرة حية يوم الخميس هتتدربه بزخيرة حية واحذروا لان فيه عيب في المدفع ده انا ما عارفش طبعا اكيد اتطور طبعا طبعا كان فيه عيب انه يطلع الخزنة فيها 36 طلقة فلو انا ضربت بضغط طويل على التتك هتطلع 36 فلازم نضغط ونرفع صبعنا بسرعة عشان نحافظ على الزخيرة انت لسه حافظة المصطلحات العسكرية بتاعت استخدام الكتلاشنكوف ده حياتنا احنا كنا سعداء باننا لدينا دور وطني نستطيع ان نقوم به ونرفض حتى انا ما خدت امتياز في نهاية الاسبوع اتضبط قلب مرح يعني اذا البنت ام اربع عيون دي تجبيلي الاربع طلقات في الهدف وتضبطي يعني التصويب انا هبعاتك بقى حرب الاستنزاف في الجابة فقلت له فاندم فيه تدريب ينقصني فقال لي ايه هو قلت له ان انا اضرب على اهداف المتحركة انا دلوقتي بضرب على اهداف سبتة فحضرتك لما توديني دكتورة انت كنت مصدقة انك تقدري تحاربي طبعا وكنت مشتعدة تحاربي واعمل ايه غير اني انصر المحروسة المحروسة دي خرطها الخراط وتمدد مات ما عملش زيها ناس ولا عمل زيها اه ليه بقى لانه مصر عاشت تجربة تاريخية قصوة شديدة القصوة التجربة التاريخية القصية دي هي ام عاشت في خطر احنا فيه فترة قلنا فيها حوالينا سلام احنا مطمع ومصر اربعين ام حربتها علشان تحتلها موقعها وموضعها وخيراتها فالمصريين عارفوا كلمة سر الدفاع ماينفعش احنا ما بنهاجمش حد بس كمان محدش لما يهاجمنا بيطلع سليم ما نسكتش على طارنق ابدا وحاجة كمان الاربعين الامة دول دوري عليهم بقى اعضاء في جامعية العامة الامة بتاحدة ما تلاقيهمش فين المغول فانتي بتحطي كمان بصمتك المصرية على عدوك يذهب من التاريخ كله يختفي الى الابد ايوا اهلك كانوا موافقين ان لو الامر استدعى تروح يتحربي احنا اهلنا واحنا متوحدين بهذه الامة فما نقدرش نقول اهلنا كانوا ساعتها غيرنا احنا كنا احنا ومصر في حالة توحد كبيرة وهنا لازم اذكر لحضرتك انه قوانين الجيولوجيا يعني بتقول ايه انه الفحم الحجري بالحرارة والضغط الشديدين لالاف السنين يتحول الى الموز الى الموز ايه ايه دي الشخصية المصرية قصوة تجربتها التاريخية حولتها الى ماس فليمكن المساس لا بوطنيتنا ولا باستعدادنا ده انا عايز اقول لحضرتك انه كانت الاحياء اللي احنا عايشين فيها بالليل تتقسم الشباب بتوع الاحياء هاي البنات والولاد يقسموها الى مربعات كويس المربع ده جواه دايما مدرسة اه يروحوا مساءا يقعدوا في المدرسة صهرانين حتى لا يحدث اي شيء يضر الحي ليلا وقت بعد الهزيمة وهنا لازم اقول لك انا ما بحبش استخدم خالص كلمة هزيمة لاننا ما نهزمناش احنا خدنا الضربة الاولى بس وقت كاكس لكن الحقيقة لازم اذكر ان انا لم نعترف قط وانا فاكرة ان احنا جرينا برضو بالزي العسكري لما الزعيم الخالد جمال عبد الناصر واحنا يعني بنحتفل النهاردة بذكرى وفاته فاكرة ان احنا كنا لبسين كاكي من غير ما نقصد حتى سألت صديقتي وهي مشي جنبي في المظاهرة رايحين ناحية منشية البكري ده بعد التنحي ايوة في اليوميها بالليل قلت لها نجاح انت لبسة ليه كاكي ليه 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 ما انت لبسة كاكي احنا ما خدناش بالنا احنا كنا وافضل في الموقف وهنا لازم نذكر للسيدة ام كلسوم انها غنت اغنية سموها اغنية اليوم الواحد ايوة اسمها ابقة قالفها صالح جودت ولحنها صنباطي وهي الرئيس سنوحها الساعة خمسة هي غنتها الساعة سبعة وهو رجع استجابة لمطالب الجمهير الساعة تسعة فما تغنتش تاني الناس خرجت في الشوارع عشان رفض الهزيمة ومصممة على الحرب ولا نعرف احنا كلمة هزيمة دي يعني ما دخلتش قموسنا انا كل ما اقول كلمة هزيمة الدكتورة هودة توقفني وتقول لي احنا ما تهزمناش ما نعرفش الهزيمة لا ما نعرفهاش وكمان احنا عايشين فيه نعرف جيدا ان انا فيه خطر دائم لكن انا في نفس الوقت هذا الخطر روضناه يعني المشخص المصرية وعرفنا نتعامل معي وننتصر عليه مروضة للخطر وتقول يا من ده اتعرصت بول اي يعني احنا اول مرة ده يجي حاربنا واول مرة تجيلنا الدربة الاولى واحنا نعمل الدربات التالية فما فيش امة لها تاريخ معانا في محاولات الاستيلاء على خيرات ده الا معادة تجرجر ازيال الخيبة ده على معابد الفراعنة تلاقي الملوك المنتصرين وتلاقي القسرة وتلاقي يعني ده مسألة في نفس الوقت احنا شعب زي ما قال علينا هيرودوت المؤرخ اليوناني المقرب على اسكندرية كده قال شعب لا مثيلة له سلسوم من الاجانب يعني من حبنا حبناه وصار متاعنا متاعه بدم جاي يلجأ لنا ولذلك احنا عندنا دلوقت سوريين وسودانيين واليبي اشقاء كل المحيطين بينا بنرحب بيهم طالما انه يلجأ الينا وهم ضيوف احنا ميحطش الناس في معسكرات لاجئين صحيح صحيح امر ما مصر عملت دكتورة الحكي معاك حلو وانا عارفة ان انت زي ما انا قلت كده في المقدمة انت عجنة مصر وخبزاها وعارفة كل حوادتها الحلوة بس انا عايزة اخش في اكتوبر ايوة لو عايزة تحكيلي حكاية قصيرة في دقيقتين تعبر عن الحالة موقف المصريين من التكاتف وقت حرب اكتوبر وبيني بتدي انفصص في الكلام تقوليلي ايه اقول لحضرتك ان حرب اكتوبر كانت لحظة الحسم في كل الاستعداد في الست سنوات السابقة وفاكرة ان زملائنا اللي اتخرجوا دخلوا الجيش ست سنين او ما خرجوش الا بعد النصر وظهر علم الاجتماع العسكري الاول مرة شفنا الاول مرة تخصص علم الاجتماع العسكري الذي ظهر نتيجة الاندماج في الحياة العسكرية فهنا لحظة الست اكتوبر لحظة يعني الشعب المصري ينتعش طربا يعني الشعوب الاخرى ابناء يدخلوا الحرب يتخضوا ويبقوا حرصين هنا الامهات تدفع الابناء الى المعركة وفي نفس الوقت يحصل توحد بالضمير الجامعي لدرجة انه متلاقيش جريمة اه ازاي دكتورة يعني انا قلت في المقدمة كده قلت انه الجرائم في فترة الحرب والجيش بيحارب ما كانش فيه جرائم يعني تظن الناس ان المجرم او السارق او الكذا ينتهز الفرصة بالانشغال الجامعي ويرتكب جرائمه حتى الحرمية عندنا منتهى الوطنية دي جملة صح؟ اه جملة حقيقية لسبب انه الدمير الجامعي ده تعبير بنقوله في علم الاجتماعي يدل على رغبة اي جماعة انسانية تكونت على مدى تاريخي فبقت مجتمع بقت وطن حلمهم البقاء والاستمرار عشان كده بنتجوز ونخلف ونحمي هذا الكيان لانه لا امان للفرد في مجتمع مهدد فالفرد هنا يمنح نفسه لهذا المجتمع لان احنا عارفين ان حياتنا الفردية تنتهي في معاد ما يختاره الله لكن استمرار الوطن باقي هو اللي لازم يفضل فلازم يفضل دي فتلاحظي انه لو احنا متوزعين على التربيزة اللي احنا عادينا عليها مائدة الضمير الجامع كلنا بنحاول نقرب من مركز الدائرة نقول للضمير الجامع انا قديت وك بي ايوها الضمير الجامع انا نهاردة عملت شغلي كويس قديت لكن البعيد عن هذه الخضم المعركة بتاعت الضمير الجامعي هنقول الفاسد السارق الذي يرتكب جرائمه هنا في اللحظة دي هو نفس الذي يبعد عن الضمير الجامع او يرتكب اخطاء يعني نتيجة ظروف ما جواه في داخله ضمير يؤنبه اذا ما خرج عن الضمير الجامعي لانه هنا امانه حتى حتى امان اللص ينتهي بالخطر اللي تتعرض فانتصر لهذا الضمير وقت الحرب في اللحظة دي الجميع يذهب الى مركز دائرة الوطنية وهنا مركز دائرة الوطنية يقب فيه مين يقب فيه اولا الفئة الاجتماعية التي تخرج صباحا ولا يعرف احدهم هل سيعود ام لا اللي هو الجيش في نفس الوقت في مركز الدائرة الشهيد لاننا كلنا ما نواجه خطر بنجري منه مش كده يقولنا فيه حريقة هنا ابعد وفيه خطر هنا الا الشهيد يجري على الخطر عكس الغريزة الطبيعية الشهيد المصري يجري على الخطر ويسجلنا آلاف من حكايات الاستشهاد انه جمع عن الرغبة في قهر هذا البطولة والمواجهة والاقدام والشجاعة واقولك نتائج ده بقى على العدو يعني العدو السوفيوني اللي ادعى وحلم واساء تقييمنا وقال هو اساء تقييمنا لانه وثق في سلاحه وما خدش باله ان سلاح الجندي المصري هو الجندي نفسه السلاح نمرة اثنين لكن المحارب المقاتل المصري فكانت النتيجة ان قريت بقى فيما بعد لما تخصصت في الولايات المتحدة قريت في علم الاجتماع العسكري الامريكي بيقول ان الجيش الاسرائيلي عندما واجه ازمة سبعة وستين حتى مش تلاتة وسبعين بس اكتشف حقيقة حجمه في حرب الاستنزاف فقرروا تغيير قوانين التجنيد فاحنا انت عارف قوانين التجنيد لسن ثلاثين سنة مثلا غيروها لسن كم سنة في اسرائيل للمرأة والرجل ان يذهب بمجرد ان يسمع كلمة سر في الراديو او التلفزيون الاستدعاء يستدعى فورا الى اقرب وحدة عسكرية ما عدا للمرأة الحامل فقط البقين هيستدعوا لسن خمسة وخمسين سنة التصوري لغاية سن يعني يبقى الراجل عنده خمسة وخمسين سنة ويسمع ان دا عليها ان يذهب والمرأة عليها ان تذهب للاحتياط هنا دا غيرو القوانين ايه رعب منها بعد ما شافوا حرب الاستنزاف وقربوا بقى مضطرين يتحولوا مفيش حاجة اسمها شعب اسرائيل وجيش اسرائيل يتحولوا جميعا الى بدء يعني شخص يضطر للدفاع عن نفسه امام هذا الخضم السائر من المصريين اللي يعودوا يتغنوا بخط برليف وبعتن الرسائل تهديد طب ودي خط برليف يا سيدي مش انت فاكر ان انت تقدر تقعد به وهكذا فانا عايز اقول ان القسوة التجربة اللي مرنا بها ابدعت المادة الخام المكونة للوعي المصري فملامح الشخصية المصرية هي ملامح قومية بالدرجة الاولى يعني ما لهاش سمات اخرى علشان نتكلم احنا بنحب مصر ونموت عشان مصر هي المحروسة بامر الله واحنا خيره اجناد الارض فمين يقدر يقف قدامنا واللي عايز يقول لنا كلام سازج نقوله افتح كتاب التاريخ ما هو افتح بس للذاكرة عشان نوري لك افتح كتاب التاريخ لانه هنا يعني شخصية مصرية ابدعت لقالة اجتماعية ويمكن حديث قلت في اول الحلقة ازاي في حصلت حالة من اطلاق النفير الثقافي يعني هذا النفير الثقافي العلمي اللي بيطلق في مصر فكرني باحتفالات عيد العلم اللي عاشها جيلي وشبابنا نهض يا حبايب الجهدوري من الشهايب اسلام للشعر الشهايب الجسر بين الأجيال في مصر شباب مصر وشيوخة على يعني قلب رجل واحد ما فيش هنا معركة يعني من الناس فكرة سرع الأجيال بيتكلمولنا عليها دي الحقيقة لازم الجسر ما بين الأجيال صنعته هذه الشخصية الفزة طيب دكتورة هودا الست المصرية الست هانم المصرية صحية وقت حرب اكتوبر أو نرجع خطوة الورق وإحنا بنستعد الحرب اكتوبر وإحنا بنستعد للثقر لاسترداد الأرض للكرامة ست المصرية كنت بتعمل ايه الحقيقة ست المصرية سواء كانت عاملة أو أم أو ربة منزل لم يكن لها سوى أن تحد الزوج والابن على الذهاب إلى الحرب بكلمة إحنا وراك ما تقلقش إحنا نعمل كل اللي انت متخيل إن إحنا مفتد إلى آخره والبنت كان خطبها يودعها وهي تعلم أنها قد لا تراه مرة أخرى لكنها لا تحض على العودة فالحالة المصرية وهنا الجنج المصري ابن أم مصرية وزوج زوجة مصرية تتوحد مع ضمير الجمع فهي اللي كانت بتربي في الطفل ده من وهو طفل صغير من النيلون بوح بوح مش كده ده كلام سيد درويش وهي بتردع وتردع الوطنية يعني بتدينه فين في العالم يحتفو بجثمان الشهيد في رحلته الأخيرة بالزغاريت هي مصر بس الحقيقة لأنها تعلم أن هذا الشهيد الذي يعني استودعناه يعني وهنا لازم نشير إلى النشيد الوطني والأغنية الوطنية لأن احنا عندنا رصيد 1250 أغنية وطنية للأسف محبوسين في الأرشيف وهنا بفكر لما قدر الصانع المصري والميكانيكي المصري يحرك البخيرة ever given بقناة سويسي للعالم كل وقف وسببها سألتني إحدى المزيعات ياريت عندنا أغنية نقولها في اللحظة دي قلت لها عندنا بس افتحي الأرشيف هتلاقي محلاك يا مصري وانت عالدفة والنصر عاملة في البلد زفة أولاد بلدنا تعالوا على الضفة شاورولهم غنولهم وقلولهم ريسنا قال مفيش محال راح الدخيل وابن البلد كفة دي صلاح جهيل وعبد المطلب بيقول يا ساي الغليون عدي القناة العدي وقبل ما تعدي خد مننا ودي ده اللي حفر بحر القناة الجدي عدي هنا بنعلن ملكيتنا الدائمة لقناة سويس فإحنا عندنا رصيد من الأغاني الوطنية محبوس في الأرشيف مش محتاجين نألف أغاني على الفكرة عندنا أغنية لكل لكل احتفال حتى العيد العلم عارفة اللي حضرناه يعني كان عبد الحليم بيغني أغنية الأبنو دي إن لم يكون العلم مصباح للغلابة إن لم يزيح العتمة والخوف والضبابة لا فايدة في كتابك ولا صهرك وعذابك فهنا يتوجه العالم الملتزم بقضايا وطنه بعلاج مرضى وطنه بالحركة في اتجاه الوطن فإحنا موجهين وسعداء بهذا التوجيه إلى الوطن ويمكن وأنا في الولايات المتحدة كنت أقرأ عن الجيوش الأخرى ألاقي مرتزقة ألاقي جندي رايح بس يكون نفسه عشان بياخد مكافأة جبيرة فإحنا رايح العراق أكون نفسه مجرد وظيفة أخرى لا فيش عقيدة ولا وطنية لا فيش عقيدة قتالية ولا بطولة الحس البطولة أيلين عنه الأمريكان في كتاب الموسوعة بتاع تعلم الإكمال العسكري ودي لسه طلع 2008 بيقول فيها إن الجندي المصري جندي شجاع وطني لا مسيل له يسير فيه ركاب شعبي ولا يتحرك بعيدا عنه بينما بقى جميع الجيوش الأخرى فيها جندي مرتزقة فيها ضابط مرتزقة فيها وكمان عندنا ميزة في ضباطنا وجنودنا إنهم مثقفين من أيام محمود سامي البرودي رب السيف والخلم أيوة إلى سروة عكاشة وزير الثقافة مرورا بقى بحافظ إبراهيم ويوسف سباعي هنلاقي كل دول مبدعين وفنانين يهيمون بالثقافة وضباطنا في الوقت الحال اللي أنا بكلم حضرق فيه مسجنين مجسر ودكتورة في السياسة وقتصاد ولا يقنعون بالعلم العسكري لوحدهم دكتورة المصريين لو قررنا نحاول نجمع الرسائل بين الخطيبات وخطيبها اللي عجبها أو الزوجات وأزواجهم اللي عجبها ونعمل كتاب أدب جديد أدب مش عارفة حتى نسميه أدب إيه يعني في وقت الحرب لما كانت كل الرجال عجبها والبنات قاعدة منتظرة بيكتبوا جوابات رايح جاي جوابات دي لو جبناها والفتحناها النهاردة هنلاقي مكتوب فيها ماذا كانت تقول الفتاة المصرية العرسها اللي قاعدة عجبها بتعيطلو ولا بتقوله إيه الفتاة المصرية كانت بتقوله أنا مشغولة بالدور المدني اللي يقف ظهيرا للدور العسكري بتاعك فبنات مصر في اللحظة دي كانوا بيروحوا ليلا إلى مقرات عملوها في الأحياء لحراسة الأحياء وللقيام مع بقية شبان اللي مراحوش الجابهة ويقومون جميعا بحراسة أحياءهم ويسهرون الليل حرصا على أن ينام الناس في سلام مكنة الخياطة يا دكتورة كان عندكم مكنة الخياطة في بيتكم آه طبعا بيقولوا أنه مكنة الخياطة في وقت الاستعداد للحرب الست المصرية حولتها لسلاح لا يقل عن أسلحة القتال دعمت بيها الوطن والمجتمع والأسرة والجيش إزاي الكلام ده يا دكتورة المرأة في مكنة الخياطة طبعا احنا كانت كلها أنشطة منزلية يعني دلوقتي ما بقتش الناس بتلبس جاهز وكده فكانت كل البنات تجيد الخياطة وتجيد الطبخ وكل الأدوار اللي ممكن كان فيها إبداع منزلي قامت فيها النساء بخياطة أنا فاكرة أنا شفت البدلة الكاكي على مكنة الخياطة وزي الأمهات كانت بتحرس إنها تجدد في البدلة الكاكي وتعمل لها كمان زي بيدة الاحتياطية إلى آخره فالمرحلة دي من 67 إلى 73 حفلت كمان بأغاني يعني يعني بتقول إنه الأغاني المشجعة على القيام بالحرب ولا يهمك يا رئيس من الأمريكان يا رئيس فكلنا كنا في حالة زوابان وتوحد بالأمة في اللحظة دي وهي كانت من أجمل اللحظات رغم إنها تبقى من أقصى اللحظات بمناسبة أقصى اللحظات في حد دلوقتي قاعد بيسمعنا هنا وبيقول يعني هو المصريين قبل الحرب كان معاهم فلوس كتيرة قوي كده بحيث عملين يتبرعوا للمجهود الحربي ويتبرعوا المش عارف مين ولا إيه أنا أشكرك طبعا لأن هنا المواطن المصري لم يكن يتخيل إنه وحيد أو بيكون لنفسه موقع اجتماعي ومال إلى آخره إحنا من غير بعض يعني ونقدرش نسوة حاجة من غير ما نبقى متوحدين وأماننا الفردي لا يتحقق إلا بالأمان الجامعي فليس لنا ملكيات فردية يعني ما يغني مهر عالتان ما تقولش أنا من المنزلة ولا سنديون ولا من البجور ولا من تلة شيلني شايل يا ولا فهنا بنشيل هموم هذا الوطن باعتبرها هم شخصي يعني لا نستطيع الفصل ما بين الشخص هيا أنت عايزة تقولي لي إنه وقتها المصريين معاهم فلوس أو ما معاهم مش مزنوئين أو مش مزنوئين كله بيقدم اللي بيقدر عليه عشان البلد تنتصر وهي مكسومة محطة المنزيل بتاعها وقالت للمجهود الحربي كل النساء خلعوا المجوهرات اللي كانوا لابسينها من الألماظات والذهب وحطوها في المنزيل وبدأت رحلة المجهود الحربي يقوم بها فقراء مصر وعلى فكرة دي قديمة في مصر كان الفقير المصري يبيع ملبوسه الوحيد في الحرب ضد نابليون يعني أيام الحملة الفرنسية فالفقير المصري وكان دايما فيه كلمة بيقولها جمال حمدان تحت البدلة المدنية توجد بدلة كاكية في الانتظار وعندما يخلع الضابط أو الجندي البدلة الكاكية يرتدي البدلة المدنية ويقوم بضرورة احنا 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 كل الأدوار فهي فكرة أنه البدلتين فوق بعض المدني والكاكي والأبنودي يقولوا الجيش في مصر رباه شعبه على كيفه الجيش يحمي شعبه والشعب يحتمي بجيشه دي حربنا في شرف حروب النبي يعني فعلا حربنا احنا نراها دائما حرب مقدسة وليست مجرد لأن احنا بنشوف أرضنا مقدسة وطرابنا مقدس فبالتالي لما نحارب عشان الأرض ديها تبقى الحرب مقدسة ده صحيح صحيح دكتورة الشعب المصري ساعات الناس تبص كده عالناس اللي مسنع في الشارع وتقولك يا عم ده مش همامهم يا عم ده مش مركزين يا عم ده ده بص فلان بصوا الزواهر الجداء ناني ده بيتخاني على ايه ده بان احنا فجأة كده يفجأوا ان الشعب المصري راح قايم كده عامل حاجة ولا التسونامي ولا الاعصار طبعا الشعب المصري هو السر في انتصار اكتوبر هو الباسورد هو يعني كلمة سر الشعب المصري انه يعني زي سمرة الجوز كده لا تخدعي بشكلها الخارجي لان يعني جوهرها الداخلي يظهر في لحظات لا واضح انه لو سمرة الجوز يبقى لازم قوة ضغطة تكسر وهنا كمان وهنا يباني القلب الحقيقي بقى وهنا هنلاحظ حاجة انه شديد الرقة يعني انت لما تبصي على اسامينة وممكن نعمل حلقة عن الموضوع ده اسامينة هتلاقي بيرام التونسي وهتلاقي فلان الكردي هتلاقي الجد كان مهاجرا الى مصر واستوطن بها لان اهلاء شعبه اللي لا مسيلة له في حسن اللقاء والطيبة فاللي بييجي بيشبط يحبنا ويقعد معانا ده فيه تجار كانوا ايام المماليكا ما ييجوا واستضيفوهم تجار مصر اللي بناها في الاصل حلواني فحلواني اتباع فكانوا يرحبوا بالقادم فيقول لما ارجع بلدي هجيب اسرتي واموالي واجي اقيم في مصر فاضل دقيقة واحدة انا عملت دراسة لقيت اسامينة هدي عايزة حلقة الوحدة صحيح فاضل دقيقة واحدة دكتورة تقولي ايه للمصريين عن ماذا قدموا لنفسهم لبلدهم فانتصرنا تقول لهم ايه حقول توحد المصريون بضميرهم الجمع اللي ابدعوه من قصوة التجربة التاريخية فيعني ايامنا الصعبة خلفت جمال الشخصية المصرية فاخرجنا الجمال من زي ما اخرجت الشخصية المصرية الماس من الفحم الحجري التاريخ كل سنة وحضرتك طيبة دكتورة هودة وكل انتصار لمصر وانت طيبة وكل المصريين بخير حضرتك نورتينا وشرفتينا واسعدتينا اشكرك وكل سنة والمحروسة بخير يا رب اهلاها الجيشة وشعبة يا رب كل سنة وحضرتكو طيبين واحنا لسه مكملين معاكم في انتصار اكتوبر وحنتكلم اكتر واكتر في كل حلقاتنا الجاية لانه انتصار صنعوا المصريين لمصر وقدموا فيه كل اللي يقدروا عليه واكتر ساعدت بمتابعتكم ووقتنا الجميل خلص معاكم زي كل حاجة حلوة ما بتقلص وشوفكو على خير بكرة وحلقة جديدة وافتح باب قلبك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة